اشتركوا في القناة الاضحية وهي من شعائر الاسلام الظاهرة وسننه المؤكدة ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث ايام التشريق ولا تصح الاضحية الا ببهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فلا تصح بالدجاج ولا الارانب ولا الغزلان وغيرها ويسن ان تكون حسنة سمينة وبه فسر قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولا بد ان تبلغ الاضحية السن المعتبر شرعا وهو في الابل خمس سنين وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة ولا تزئ العراء البيّن عورها ولا المريضة البيّن مرضها ولا العرجاء البيّن عرجها ولا العجفاء وهي شديدة الهزال وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكرى ولكن لا يمنع الإجزاء فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب واعلم أن القبول ملازم للتقوى قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين